أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة بإذن الله هنقول المحاضرة الأخيرة من الكريش كورس والخاص بالإندوكراين وهالمحاضرة رقم تسعة وهنقول فيها البانكرياتيك هرمونز ما خلاء الإنسلن كما نعرف هذه المحاضرات لصالح الأطفال المرضى في المستشفى أبو الريش وهما السيكينز نحن أخذنا الإنسلن وفضلنا أربع هرمونات هما الجلوكاجون، السوماتوستاتين، البانكرياتيك، بوليبيبتايتس، والجريلين، وفي حتى نأخذ فكرة على الأميلين إن كان يأتي في البتا الجلمات بالبانكرياس أخذنا المحاضرة العلاجية الماضية لمفسها سوف نأخذ الهايبوغيسيم فنتوكّل على الله ونبدأ تبدأ بالهرمون ثاني هرمون بعد الإنسون وهو السكن في الأهمية وهو الجلوكاجون وما عشقته مثل عشق للنظام قبل أن يبتد الجلوكاجون فهو عكس الإنسون يعني الإنسون يعمل هايبوغيسيميا يعمل هايبوغيسيميا يعمل هايبوغيسيميا وهو كاتابوليك هرمون يعني النقطتين في الأمسكيو أحب أن أخذوا بالكم منهم إنه هو هايبوغيسيميك وإنه هو كاتابوليك منين يشتق اسمه؟ نحن نعرفين أنه ساموغلوكاجون قلت لكم منين؟ إنه هو من كلمات حتى أنا عمل هالكه هو جلوكوز أجونيست يعني مساعد لجلوكوز لأنه يعالي جلوكوز عكس الإنسون وتم اكتشافه في سنة 1923 وهي نفس السنة التي أخذ فيها فريدريك بانتينج مع ثلاثة آخرين جائزة نوبل في الإنسون يعني الظاهر 1923 كانت اكتشف فيها الجلوكاجون وفي نفس الوقت كان الإنسون مكتشف في 1921 وخده جائزة نوبل في 1923 لو تنسى ليس موغلوكاجون من كلمة جلوكوز أجونيست وأنا مساعدك بالألوان أول أربع حروف في كلمة جلوكوز وأول أربع حروف كلمة أجونيست يعني مساعد سوف تذكرك بالوظيفة أنا بعمل هايبرجليسيميا وفي نفس الوقت كاتابوليك طيب أول نقطة في الإنسون أنك هو هايبرجليسيميك هرمون تجاوبها صح كاتابوليك هرمون صح هنشوف هناقش الجلوكاجون في النقاط الخمسة الأتاب وعلى فكرة فرصة نحن نراجع إلى نفس النظام مع عشقة مثل عشق النظام السايت طالع من الجلوكاجون طالع من البانكرياس من الزبط من الألفا أو الأسلس والتي تشكل 20% من خلايا هل يطلع من حاجة تانية؟ يطلع من الأبر غضر بالنسبة للصايت للطالب الممتاز طالب العادي هل يطلع من البانكرياس من الزبط المتجميل والطالب المتميز يطلع من الأبر غضر فقد قوطة التانية للكيميستري. قلت عندنا مراجعة النهاردة جميل. انا كنت علمتوك اولاد ان كل الغدد اللي تبتدي بحرف البي وهم بانكرياس اللي هو موضوعنا. وبيتيوتري وبراثيرويد بتطلع هرمونات تركبها بحرف البي اللي هو بروتين او بوليفيبتايتس. ثم نضع القاعدة في الجلوكابول كما الامسل اللي خدنا المحاضرة الماضية هو بوليفيبتايت. لينيار بوليفيبتايت. يعني خط واحد من الامينو أسد تسعة عشر امينو أسد. سبعا لو اقول لك انه بيبتايتس اوكي برضو. يعني بوليفيبتايت صح بيبتايت صح. لان احنا عارفين حتى نتعريف البيبتايت حاجة ما بين اتنين وخمسين. امينو أسد لخمسين امينو أسد. فلو جاء لك هو بوليفيبتايتس اجابة صحيحة في الامس كو. بيبتايت اجابة صحيحة. اي غضة بحرف البي قاعدة من القاعدة المهمة اللي ارصناها مع بعض. بتيوتري بانكرياس باراثيرويد تطلع هرمونات بحرف البي بوليفيبتايت بيبتايت او بروتين. طيب في معلومة تاني جميلة هنا اولاد. ان اول ماميليانز جلوكاجون هفتايم استراكش. يعني تركيب الجلوكاجون في كل الاسبيشيس في كل انواع الفاديات واحد. وده عكس الانسون. وده اللي صعب علينا انسون. احنا هرمونز كان مقرر هو يعني لما تسمعني كذا محاضرة بتطلعها في الثم. كلهم بيتعملوا كبري برو هرمون. ففي الحالة دي هابق اسمه ايه؟ بري برو جلوكاجون اللي هو مئة تسعة سبعين امينو اسد. ده بروتين بروتكس سنطوره في ثلاث تنواع من الخلايا. في الاسلز والبانكرياس اللي سنحوله الى غلوكاجون. في الاسلز والبانكرياس. في الاسلز والبانكرياس في الاسلز والبانكرياس. في الاسلز والبانكرياس. في الاسلز والبانكرياس هيتحول لغلوكاجون اللي هو موضوعنا. ومركب اخر اسمه ميجور برو برو جلوكاجون فراجمنت. وهذه الابريبيشان متاع. يبقى حاجتين. جلوكاجون وميجور برو 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 كاجون فراجمنت. طب في الاسلز والبانكرياس هيتم تطويره الى شيء اي؟ غلايسنتين. ايه غلايسنتين ده؟ ده عبارة زي جلوكاجون بالظبط يا أولاد. بس في شوية امينو اسد ريزيديو على يمينه وشوية تاني شبكين فيه في ناحية الشمال. يعني هو عبارة عن جلوكاجون. بس ممتد بأمينو اسد ريزيديو بوث انت. وعليه ما نستغربش ما نستغربش انه عنده صن جلوكاجون اكتب دي. هو زي جلوكاجون بس عدد. شوية امينو اسد يمين وشوية امينو اسد شمال. طب. تاني مركب في الـ L-cells of lower gastroinscentrate. هيتم تطويره الـ pre pro غلوكاجون الى غلوكاجون-like polypeptide 1 وغلوكاجون-like polypeptide 2. سؤال مهم جدا في الـ MSQ. كل الـ gastroinscentrate. كلهم كلهم بيطلعوا انسلين. بيستيميليات الـ insulin secretion. طب. مين اكتر اثنين فيهم؟ الـ gastric inhibitory peptide والغلوكاجون-like polypeptide 1. سؤال مهم جدا في الـ MSQ. وعلى فكرة هو غلوكاجون نفسه بيطلع انسلين. بس اكتر اثنين بيطلعوا انسلين من الـ gastroinscentral hormones. افتكرهم. هنجلهم للـ gastroinscentrate بإذن الله لما نجلوه. شوف مين يفتكرهم؟ اللي هم الـ gastroinscentrate والغلوكاجون-like polypeptide 2. طيب. تالت مكان هيتم تطوير الـ pre pro غلوكاجون في غير الـ S-cells of pancreas والـ L-cells of lower gastroinscentrate والبرين. تالت مكان هيتم تطويره. هيتم تطويره إلى غلوكاجون-like polypeptide 1 وغلوكاجون-like polypeptide 2. طيب. غلوكاجون-like polypeptide 1 في الـ brain الـ functions and no. بحد الوقت. عشان كده انا بكتب المحاضرات سنة 2018. عشان موحد يسمع يقولي بكلام ده تالف 2018. ما نعرفش بعد عدة سنين هنكتشف بإذن الله مع المتابوليزم. فيها الأبيستات. اللي هو الأبيتايت كنترولينج سنتر. مركز تنظيم الشهر. فهو الجوكاجون-like polypeptide 2 في الهيبوثرامس بيلور الفود انتاج. يخلي الواحد ما يكلش. تمام؟ يبقى. البريتروبليكاجون. ألقصها. تم تطويره في ثلاث مواضع. الـ A-cells of pancreas. الـ L-cells of lower gastronome tract. ونمرة ثلاثة الـ brain. وفي كل وفي كل تم تطويره إلى مركبين. في الـ A-cells of pancreas glucagon. وميجور الـ A-cells of pancreas glucagon. وفي الـ A-cells of pancreas glucagon-like peptides 1 و2. وفي الـ brain وفي الـ A-cells of pancreas glucagon-like peptides 1 و2. نقطة الثالثة. كلمنا على الكامستي. متابوليزم. أنا عارف ان انت بتوقعين. طالب بيقول لي انت قلت ان المعظم الـ hormones تبقى degraded in the liver. ده ده بقى مش degraded in the liver. ده مين الـ in the liver؟ وخبت بالك. ان الـ pancreatic hormones اذكرك. بيطلعوا في الـ portal not direct to the liver. يعني بقيت الـ hormones بيطلعوا في systemic circulation. انما الـ pancreatic hormones بيروحوا مباشرة للكبد عن طريق الـ portal circulation. وقلت لكم ايه ربنا عملها كده. عشان هما related to metabolism. ومعظم الميتابوليزم بيحدث في الليفر. عشك يشوف العظمة انه وراء الخلق خالق يطلعوا ضائق من البانكرياتس. هما بتقعوا metabolism للمكان اللي فيه metabolism وهو الليفر. قبل الليفر بتعمل destruction. degrading الهرمون. عشان كده. بيبقى. وعشان كده. عشان كده. الـ half life بتاعته سيارة زي الإنسل. خمسة العشرة منتز. تقل للنقطة التالتة والربعة. الرابعة والخمسة أسف وهم أكثر أهمية. يبقى خده. والـ chemistry والميتابوليزم. انتم عارفين مين الرابعة والخمسة. الـ action والcontrol. اللي هو أهم السؤال بيجي عندنا في النظري وفي الموقف. وفي الشافر. نيجي الـ action. في فرصة بقى منرجع مع بعض النهاردة. منقفل. ما يجي لك الأكشة متاعي هرمون. الأوائل يكتبوا الأول. الموده في أكشة. كيف يشتغل هرمون. فيتميزوا عن أقرانهم. نحن نقول لأولاد أن الهرمونات نوعان. نوع اللي عندنا دلوقتي. اللي هو الجلوكاجون. اللي هو الـ polypeptide. ده بيبقى لايبوفوبك. ما يدوبش في الليبيد. هيدروفيليك. ده النوع اللي بيختص بالنهاردة. التاني العكس. طب فكرنا. قلنا كل البروتين والـ peptide هرمون. بتتميز بأنها. افتحوا إدنا. لايبوفوبك. ما تدوبش في الليبيد. ما تدوبش في الليبيد. والـ cell membrane lipid. يبقى مش هيدخلوا بوها الخلية. يبقى الريسبتور في الـ cell membrane. يخبطوا عليه. يغيروا الـ activity of enzymes اللي جوه. يبقى ما دخلوش الخلية. ما وصلوش الـ nucleus. يبقى non genomic action. عن طريق receptor موجود على الـ cell membrane. عن طريق G protein. كلام مقرر. حتى قلنا ان كان عندنا four second messengers. يبقى الـ action بتاع بلوكاجون كونيه. كغيريه من هرمونات اللي تركبهم بروتين وبوليميبتايتز. ولو كنت فكر ومعاهم الكاتيكولامينز. كلهم ليب وفوبك. ما يدبوش في الليبيد. هذه المهمة. وهيدروفيلك. دي ما تهمنيش دوء. يبقى مش هيدخلوا جوه الخلية. يبقى مش هيدخلوا جوه الخلية. يبقى مش هيدخلوا للـ genes. يبقى لانجينوميك. يبقى مليون سؤال MSQ هنا. يبقى ريسبتور في الـ cell membrane. يبقى يشتغلوا عن طريق الموست أكشنز. يبقى عن طريق الأدينيال أو الأدينيت سايكليز. يزود السايكليك امي بي. الذي يؤثر على الإنزائمين. يعمل لها فوسفوريليشن. عن طريق البروتين كينيز A. راجع المحاضرة الأولى. وانت ستفهم. حتى قلنا دا موست اكشنز لكن سام اكشنز تحتك كالسيا فاشوف هنا تيبيكال الجلوكابون دا سام اكشنز هيشتغلوا بالفوسفولاي بيسي اللي هو بيزود السيتو بلازميك كالسا يبقى معظم الاكشن عن طريق السيكليك ام بي وبعض الاكشنز وعلى وجه التخصيص الجليكوجينوليسيز مش بس بالسيكليك ام بي وكمان كمان بالسيتو بلازميك كالسا طب نيجل الاكشنز بقى الاكشنز تعملوا كابون يا ولاد في 4 اكشنز انا حب النظام اولا 2 مين اكشنز و 2 اكشنز طالب قال لي خلاص انا متوقعهم قلت له ليه قال لي انت حطيت قاعدة مهمة جدا ان على الكربوهيدرات والليبيد الانسلين زي الفريق ما يحب الشريك اللي يعملوا الانسلين على الكربوهيدرات والليبيد بقيت له رب ما تعملوش تعمل عكسه يبقى كده انا عرفت نص الاكشنز أنا انت اضافت من الانسلين بي JENNES偿 قال لي انت قلت الانسل بي وطي الجلوكوس عندنا فعلم نعذى حقنه انسلпри بيوطيل جلوكوس يعمل هايبو بليسميا اي هرمون تانى يعمل هايبرجليسميا اهي هايبرجليسميا واملت عن اليبيد الانسلين هو الوحيد الذي يتأخن ليبوب جير اشنز под لهيم يعمل الكاتون بعديس ف Lars هذا الهرمون كغيره من الهرمونات عسد الإنسюل parce que الإنسيضح مدد liberi النصغير أ Ton speaking النص الأهم في السؤال الجاوي يأتي الثانية مثل ما أقل أهمين يزود الميتابوليك ريت يعني كالوريجينيك طوى حرارة في جلوكابون ويزود ثلاثة هرمون الإنسلين والبانكرياتيك سوماتوستاتين والجراث هرمون وأهمهم أنا أحفظ أسئلة الميتابوليك يا أولاد أن الجلوكابون يزود الإنسلين يمكن أن تنساهد في الميتابوليك في الميتابوليك نقول لهم تفصيليا يا أولاد يمكن أن تنساهد ثلاثة 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 بين إنسلين الميتابوليك يؤ素ين أوت الكاربو هدريت والعبو هدريات والنقدر وأخوذ الأمر الرسمي 5 أولاد الإنسلين على القطاع 5 أيضا ما جميعوا في كسنا انا عشان ازود الجلوكوز في الدم ده هو من هنا اشتق اسمه جلوكا جوم جلوكوز اجونيست مساعد الجلوكوز بيعلي جلوكوز يبقى بمنطق الحياة لازم يزود الوارد وينقص الصادر يعني عشان ازود سلعة في البلد ازود الوارد منها وما صدرهاش بنفس المنطق البسيط بتاع الحياة يبقى زي هو هايبرجليسيميك بيزود الوارد من اهم مصدرين بيارب منهم الجلوكوز من الليبر بالجلايكوجينوليسيز والجلوكو نيوجينز بتحطيم الجلايكوجين او نعمل الجلوكوز من مصدر جديد نيوم من امينو اسد فيسموها جلوكو نيوجينز ونقلل الصادر يعني نمنع استخدام الجلوكوز من انهيبة الجلايكوليسيز هايبرجليسيمي يزود الوارد بالجلايكوجينوليسيز والجلوكو نيوجينز ويقلل الصادر بانه انهيبة الجلايكوليسيز للأوائل التفصيلات الجميلة اولا كل واحد بتأثيره على تو انزيمز وحفظ لكم في الاخر بطريقة جميلة اولاد اذا بيعمل جلايكوجينوليسيز بي اكتفيت الانزيم اللي بيعمل جلايكوجينوليسيز اللي هو جلايكوجين فوسفاتيز ويانهيبت يانهيبت اللي بالعكس بيعمل جلايكوجين ثانسيز اللي هو حتى اسمه جلايكوجين ثانسيز يبقى يأكتفيت الانزيم جلايكوجين فوسفوريليس ويانهيبت الانزيميز وهنا في نقطة مهمة جدا في الامس كيو انه جلايكوجينوليسيز دي بس في الليبر طب ازاي بيعمل جلوكو نيوجينسيز هنا بيستيميلات تو انزيمز تو جلوكو نيوجينتك انزيمز اللي مهمين لجلوكو نيوجينس يبقى تو برضو بكل حاجة تو يبقى بيستيميلات البايروفيت كاربوكسيليز والفركتوز وان سيكس داي فوسفاتيز طب ازاي بيانهيبت الانزيميز بيانهيبت تو انزيمز مهمي لجلايكوليسيز اللي هما انهيبت الفركتو كينيز والبايروفيت كينيز طالب قال انت قلت عندك طريقة هتفكرنا بيها تلك اه اهم وظيفة للجلوكاجون اشتقها من اسميه جلوكوز ايجونيست يبقى يزود الوارد بطريقتين جلايكوجينوليس و جلوكو نيوجينسيز ويقلل الصادر بانه بيانهيبت الجلايكوليس ومنتهى النظام كلهم بيعملها بتأثيره على تو انزيمز فازاي بيانهيبت الجلايكوليسيز بيانهيبت تو انزيمز الفركتو كينيز والبايروفيت كينيز طب وازاي بيستيميلات وانهيبت الجلايكوليسيز بيانهيبت جلوكو نيوجينسيز بيانهيبت تو انزيمز البايروفيت كاربوكسيليز والفركتوز وان سيكس داي فوسفاتيز يبقى هنا بيانهيبت تو انزيمز وهنا بيستيميلات تو انزيمز مالذيبت Zacata هكذا السؤال في program MSQ يزود جلوكوز. هنا سؤال مهم جدا لو حبيت تزود جلوكوز بسرعة عند عيان لو اديت واحد مايكرو جرام جلوكابون لكل كيلو جرام بادي ويت. هيزود البلاك جلوكوز عشرين ميلي جرام برسنت في غضون عشرين دقيقة. هذا اهم موظيفة اللي هي هايبرغليسيميا اللي هو خب منها اسمه جلوكابون ولوكوز أبوليس. نجعل فات متوقعينها. عكس الانسل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك يبقى لايبوليتك وكيتوجينيك. طب ازاي هو كيتوجينيك دي صعبة شوية في التفسير ياولاد. انه بيينهيبت الاسيطايل كو انزايم كاربوكسيليز. وعليه وعليه ما يتكونش المالونايل كو انزايم ايه. هذا المالونايل كو انزايم ايه. لما يتكون يؤدي الى منع الكيتون باديس. يبقى لما يقل يتكون كيتون باديس. ازاي صعبة شوية. انت حضرتك عشان تعمل من الفاتي اسد كيتون باديس كيتوجينيسيس. لازم يبقى دايريكتد للميت كوندريا. يعني الفاتي اسد يدخل الميت كوندريا. ويحصل لهم بيتا اوكسيديشن. ويتحاولوا كيتون باديس. طيب. مين بيوقف العملية دي. اللي بيوقف العملية دي. اللي هو الكارنوتين اسايل ترانسفيريز. ده. بالآسف. باستمارية العملية دي. وعليه. فالجلوكاجون. بيعمله بقى. بينقص المالونايل كو انزايم ايه. وعليه. ده كان بيانهيبت. الكارنيلين اسايل ترانسفيريز. يبقى مش هيحصل انهيبشن. للكارنيلين اسايل ترانسفيريز. الكارنيلين اسايل ترانسفيريز. هيشتغل. يشتغل يعمل ايه بقى. يدخل الفاتي اسد. جوه الميت كوندريا. فبالبيتا اوكسيديشن تتحاول كيتون باديس. زي ما لتلكوا انسالية البيت. نقولها التاني يا أولاد. يبقى هو. بانهيبت الاسايل كو انزايم كور. كو انزايم كاربوكسيليز. وعليه ما يكونش. مالونيل كو انزايم ايه. كم بيعمل. كم بيعمل. انهيبشن. للكارنيلين. اسايل ترانسفيريز. يبقى لما يقل المالونيل. كو انزايم ايه. وليس سيحصل الانهيبش للكارنيلين وعليه المركب يستمولي الكيتوجينس كيف يدخل الفاتي اسج جوالبايد كوندريا ويتحوله بالبيتا اوكسيديشن الى كيتون بلز سيئة البيت كمبليكيتد لكن انا اطلب الاوائل حتى الحاجات البيو احب اقولها عشان تبقى الاجابة يعني نموذجية يبقى دول اهم 2 اكشا لهم كارباديت والفاتي سهلين جدا بيزاود الميتابوليكيت يبقى كالورو جينيتك كالورو جينيتك يعني بطلع كالوريد عن طريق ايزاية اي ان يعمل ايباتيك دي اماينيشن اوماينو اسد سيبقى سبب كونوا تمامايناينتيج كانوا يعلمناات هايبروجينار ان يعمل كالوريد الكالوريد كتير اوهايبرا ليسسين لا تضع ان هذا صح توليد الكالوريد بسبب عملية ايبيت طريقهawkie تمام طيب وتاني حاجة قلناه انه بيزود تلاتة هرمون زيولات الانسرين والبانكرياتيك سوماتوستاتين والجروث هرمون ولا تنس انا بقولك مين اهم واحدة فيهم انه بيزود الانسرين هناك نوت هنا كانوا يكتبونها ونرى بعض الزملاء الأصغر سنة انقلوها انها وظيفة السبب ان هذه الوظيفة لا تحصل بالفيسيولوجيكال دوز لذلك انا لم احطيتها ضمن الأربعة فانكشن بتحصل بلارج دوز طب احنا قلنا الجلوكا جون كان يزود الساكليك امبي صح؟ الساكليك امبي على القلب يعمل ايه؟ يشغل البيتا ريسيبتور فبيقون القبض القلب يبقى بوزيتف انوتروبيك افكت على الهارت عن طريق الساكليك امبي لماذا لم تحطينا ضمن وظائف جلوكاجون؟ قلنا انه يقون القبض القلب عن طريق البيتا ريسيبتور الانوتروبيك افكت لانها بتحصل باللارج دوز اف جلوكاجون نقطة في السيولوجيكال دوز يبقى ثاني نعمل قاتئ دولات يبقى تقول اربعة اكشنز هتفتر فاكرينه الانوتروبيكال اكشنز هو مين؟ كاربوهيدريت وفاك وعكس الانسون واثر الانوتروبيكال اكشنز عشان تاخد الفول مارك انه هو يزود الميتابوليك ريت كالورينوجينيك يعني كالورينوجينيك يعني بيولد كالوريز عن طريق ايه؟ مش هايبرجليسيميا عن طريق الهيباتيك وثاني واحدة يزود ثلاثة هرمون اهمهم في الامسكيو انا احفظ اسئلة الانسولين لكن يزود كمان البانكرياتيك سوماتوستاتين والجروب فربان طب الوظيفة الاخيرة انه هو بيقوين انقباض القلب بوستغينوتروبيك عن طريق الباتا ريسبتور عن طريق الساكل جنبي دي دي ما بتحصلش الفيسيولوجيكالدوز بتحصل بلارج دوز ننتقل ريجوليشن بقى او كنترول تعجلوكاجون خدوا بالك كلام الجديد فيه هنقوله وهو مهم جدا مهم جدا اولا ريجوليشن او كنترول تعجلوكاجون كما الانسولين او تنسى جلوكوز دمان كنترولر يعني لو قالك مين اهم واحد بيكنترول الانسولين ومين اهم واحد بيكنترول الجلوكاجون بانذي ما هنشوف ان هادان الاسنان اللي هم الانسل والجلوكاجون وظيفتهم الاساسية ضد جلوكوز في الدم وعليه وعليه يتأثر يتأثر هما الاثنين وأهم حاجة تأثر فيهم هي الجلوكوز ده المين كونترولر طيب أنا أعمل هذا لكم بطريقة قطيفة أربع حاجات تزود الجلوكواجون وأربع حاجات تناقص الجلوكواجون حلوة يبقى حتى أول دالك بطريقة جميلة يبقى أربعة أكشنز واربع يزوده واربع ينرقصه ما هو الحاجة تزود الجلوكواجون أو أومينو أسيد لو كالتو بروتين أو الدناك إنترابينيس طعم بروتين سيعمل كأنتش فالدناك إنترابينيس أشهر أثنين الألانين والأرجينين هنا أسئلة مهمة جدا في الامسكو كامل إنسل التأثير الأورال اللي هو المصاري الطبيعي للأكل اللي عمده ربنا أقوى من الإنفيوجين يعني عندما تأكل بروتين يطلع ملوكاجون أكتر من عندما تأخذ أمينو أسيد إنفيوجين الطبيعي 되كت غسرين تجمع السن الحرمون وجد من أفتكر غسرين وهو السمين هو كلسيستو كائنين هي أهم هرمونون لقصبيدا في البروتين من 어�ミ Sylvio كابسا الزمان يزودونوا غسرون ويقعون نحب بها يستخدوله أورالي فهذه السمينه يظهدitting وعندما يأكل البروتين يأكل أمانو أسد في الدم ويجب أن تزود أمانو أسد يبقى سؤال مهم أن الأورال تثبت أنه وراء الخلق خالب الأورال بروتين ميلز عندما يأكل أوراليك ودب بروتين أكثر تأثيراً ما يجب أن تزود أمانو أسد هناك سؤال أسعى طالب زاكي قال لي أكل البروتين كنا أخذنا أنه يزود الإنسلين فهو يزود بلوكاجون والإنسلين ما قلنا عليه؟ ما هو الأساس يا أولاد أن أكل البروتين يطلع إنسلين؟ طالب قال لي ليه؟ ما هو حلق؟ لأن الإنسلين هو البروتين أنابوليك كان يأخذ الأمانو أسد في الوبة البروتين يبني بها بروتين آه بس الإنسلين في ذات الوقت هيبني البروتين بس هيعمل حاجة تانية مش تطيفة أنه هينقص الجلوكوز هيعمل هايبوغليسيميا فشوف الرواعة في الخلق لما يأكل بروتين يطلع إنسلين عشان يبني البروتين يأخذ الأمانو أسد يبني بها بروتين وعشان هذا الإنسل ما يعملش هايبوغليسيميا فربنا يطلع معاه الهرمون الثاني اللي هو يمنع هايبوغليسيميا ويعمل هايبوغليسيميا فسموه غلوكاجون جلوكوز أجوليست يبقى البروتين ميل تطلع مش بس الإنسلين اللي محتاجينه ومعاه غلوكاجون بغرب منع هايبوغليسيميا وشوف بقى فيه دليل رائح هنا للطالب اللي فهم والدليل ان لو حضرتك كالت بروتين مع غلوكوز مش بروتين لوحده يبقى في الحالة دي معها غلوكوز يبقى لما يطلع الإنسلين يبني البروتين اخذت مع البروتين غلوكوز مش هيحصل هايبوغليسيميا يبقى مفيش داعي يطلع غلوكاجون there is no increase in glucagon يبقى إمتى البروتين ميل تطلع الإنسل وغلوكاجون؟ عندما يكون البروتين ميل لوحدها يطلع الإنسل يأخذ الأمان وقاسب بتاعت وجبة البروتين يبني بها لانه انابوليك وعشان الإنسل ينعملش هايبوغليسيميا ودي حاجة خطيرة يطلع غلوكاجون اللي يزوت غلوكوز لكن لو كالتو بروتين بروتين مع غلوكوز مع غلوكوز يبقى مش يحصل هايبوغليسيميا يبقى مفيش خوف يبقى كفاء يطلع الإنسل لوحده وما يطلعش غلوكاجون حتى بالحثة الجديدة والصعبة يقولها للزملاء الأصغر سناً عشان يعرفوها ثاني حاجة يا أولاد استرريشا ما جاء لو امتنعت عن أكل طيب غلوكو نيجانسيس كانت أحد الطرق ما رأيت الدليل على هذه النقطة؟ أنه يطلع أكثر ممكن في الثالث يوم في الثالث يوم لما تمتنع الأكل لأن هذا اليوم يبقى فيه ماكسمم غلوكو نيجانسيس فأكثر لما تمتنع الأكل غلوكاجون يطلع في اليوم الثالث من المجاعة مطافقاً مع اليوم يحصل فيه كمية غلوكو نيجانسيس كثيرة طالب قال لي تفاهمنا أكثر ما معنى اليوم الثالث؟ قلت له أن هناك طريقة أسهل غلوكاجون كان يجلب بها غلوكوز في اليوم الأول والثاني وهو غلوكو نيجانسيس وهو هرمونات ثانية تعمل غلوكو نيجانسيس فهو طلع في اليوم الثالث بعدما خلصنا الغلوكو نيجانسيس غلوكو نيجانسيس يبدأ غلوكو نيجانسيس في اليوم الثالث من الثالث من السطرفيش من الهرمونات المهمة التي تعمل غلوكو نيجانسيسيس غلوكاجون؟ لذلك يحدث في الثالث غلوكاجون يحدث في الثالث أنا ليس جاهر معكم أنا ليس محاضرة أنا جاي أشرح لكم أنه وراء الخلق خلق تمام؟ ثالث ثالث تطلع غلوكاجون شاهدوا الروعة كل واحدة تنطق أنه وراء الخلق خلق كلام الجديد عاوز فهم عميق Sympathetic Neuro System طلع غلوكاجون طالب قال لي قلنا قواعد قلت لك أن فيه ريسبتور على البانكرياس ألفا وبيتا ريسبتور للسيمباتاتيك القاعدة بتقول أذكرك بيها ثاني بي بيتا بي بيتري على كل حاجة معادة ثلاث حاجات البيتا تنهيب كل حاجة لكن تزود ثلاث حاجات الهورت نمرة واحد وموضوعنا نمرة اثنين الهورمون تزود كل الهورمونات البيتا كل الهورمونات تزودها تمام؟ في حالة الإنسلين مقابة مراهبة في الامسكيو كان قلنا أن الإنسلين الألفا ريسبتور هي اللي بيتبروديومونات فالسيمباتاتيك كان ينقص الإنسلين بينما السيمباتاتيك الجلوكاجون سيكريتوري سيلز عليها أكثر بيتا ريسبتور طالب قال ممكن تشحن من منطق أنه وراء الخلق خالق وطبع أنت لا تقولها لي نشانا حضرتك السيمباتاتيك يعمل في أحوال ما؟ طالب قال هرمون أطلع الهرمون الذي يزود الجلوكوز وهو الانسلين هذا ربنا تجعله السيمباتاتيك بتاع الجلوكوز يطلع الهرمون وهو الانسلين منطق بالنماء حسنا سيطلع الهرمون في سيمباتاتيك السيمباتاتيك فهو الانسلين يتعلم الجلوكوز لا تتعلم الانسلين مختلف في السيمباتاتيك في السيمباتاتيك ألا دل هذا يا أولاد على أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله أنا بستغرب لما لايك ناس بتقرأ يا أولاد الموضوع يحتاج إلى فهم عميق ومن منطلق واحد فقط أنه وراء الخلق خالق وهذا الإثبات الثاني إن الاسترس زي الإكسرسيزة والإنفكشن بيزود الغلوكاجون إزاي ميدياتي إمبارت باي سيمباثاتيك محتوعة لما أعمل إكسرسيزة عاوز غلوكوز يبقى لازم أتعالى عن غلوكاجون خلاص وفي الإنفكشن محتاج غلوكوز تفايت في السترسيز لايك إكسرسيز وإنفكشن بيطلع غلوكاجون ميدياتي عن طريق السيمباثاتيك يبقى أن تنسى واحد من أهم المعلومات يا أولاد في المعدلة الأمريكية والكيندية والذي يسمعوني هنا إن السيمباثاتيك يزود غلوكاجون يزود غلوكاجون لكنه ينقص الإنسون وهو منطقي لما تتفهم السيمباثاتيك مهم بالفايت الفلايت يبقى لازم يزود غلوكوز وهو غلوكاجون الاشتاق يسبب بينما الإنسون بنقص غلوكوز ونحن نريد فلوكوزيزيد يبقى السيمباتاتيكا في الإنسول ماذا حدث؟ إن ربنا نضع بيتا ريسيبتور اللي بتزود أكثر على الجلايكوجين سيكريتوري سيلز وأرفا ريسيبتورز أكثر على الإنسول سيكريتوري سيلز نمر بقى الفيجاس اللي بيغزي الجهاز الهضمي صديق الجهاز الهضمي عن طريق استايكولين بيزود الجلوكاجون يبقى أربع حجاب بيزود الجلوكاجون أنا أقولها بطريقة عطيفة بالحفظ هذا مخطف ف Dougherman و spare chaffin لأنهم سيعملوا جلوكوز بداء جلوكوجين غير جلوكوجين سيكريتور في يوم التالت يوم الأول والثاني debay جليكوجينabord وصل إلى جهاز في يوم التالت وهبierz Hartman أولisure starting العانيرسي أخير درين الله بال الثاني ığın الغرب في � Mimi أن السهمباتاتيك 블� Cherus من يح max到adia تستطيع الكلام في الجلوكوز كيف يفعلها ربنا؟ نضع الكلام بيتا ريسيبتوس هذا الكلام الجديد في الجلوكوز حتى هنا في الكريش كورس ستجده أوضح من الكورس العادي ما الذي ينقص الجلوكوز؟ 4 هنا 4 و هنا 4 أو 2 أكل جلوكوز يزود جلوكوز يبقى عندما الجلوكوز يكون زاد ينقص الجلوكوز أول شيء ينقصه زيادة الجلوكوز وهذه مرتبطة زيادة الجلوكوز تطلع إنسلين لماذا؟ هذا أهم شيء ينقص إنسلين لكي يعمل هايبوغليسين لا ينقص إنسلين وينقص من البيتا سيلز مع الإنسلين من البيتا سيلز جبانكرياس جاما أمانوبيتريك سيفوه الوزيد سيفوه إنسلين وهنا واحد من أصعب الأسئلة في الامسكيو ما علاقة الجلوكاجون بالإنسلن؟ الإنسلن باشا ينقص الجلوكاجون بينما الجلوكاجون يزود الإنسلن واحدة من المعلومات الصعبة جدا في الامسكيو الإنسلن باشا كلهم يزودوا المعلومات صعبة جدا في الامسكيو إنما الجلوكاجون يزودوا إنسلن بنقص جلوكاجون ما أنه سلطة جلوكاجون؟ لأنني لا أستطيع أن تزود الجلوكاجون هذا هو نفسه من المعلومات الصعبة جدا في الامسكيو الثانية يدقصوا الجلوكاجون. ثانيا واحدا. وكيتون بوضيز. ما احنا قلنا ان الجلوكاجون يقصى اللي يزول وعليه يزول الكيتون بوضيز. يبقى لما يبقى في نفس منطق الجلوكولز والكيتون بوضيز. ليه يطع الجلوكاجون اللي يزودهم. فالجلوكاجون ينقص. يبقى الجلوكاجون في واحد واثنين اكل برضه. كان يزود الجلوكولز ويزود فريفاتي أسد وكتون بوضيز. يبقى لما يزيده لما يزيده الجلوكاجون يقل. نمع ثلاثة. الالفا ادرينايجيكي سيبتور. عارفين? احنا قلنا البيبي بيتا انهي بيبي بيتري. يتناقص كل حاجة ما عدا الهار والهرمونز يزودهم كلهم. والمتابوليزم. الالفا اتناقص. الالفا ادرينايجيكي سيبتور بيتناقص. نمع اربعة. سكرتين وسوماتوستاتين حتى اتنين بحرف الاسم. سوماتوستاتين من اسمه استاتين زي ما هناخد وقت حال ده بنقص كل حاجة. بما فيها بلوكاجون ومع السكرتين ده هرمون احد الهرمونات بتاع الجاسترونستاينل. انا بقول لي اولاد. سؤالك بلوكاجون. اقصر من الانسوم بكتير موضوع بلوكاجون ولكنه انا بعتبره هو الأصعب. وبقولها. بطريقة سهلة جدا. اوعد انسا ما يجيلك الاكشن والكنترول تاع الجاسترون. فا اوعد ان تفتك الرقم الساعة اربعة. فور اكشنس. فور بيزودك وفور بنقصه. فور اكشنس. اهم اثنين كربوهدريات وفات. ان الجاسترون عكس الانسوم. حي برغليسيميا لان الانسوم بيوضط الجلوكوس. الجلوكاجون بيعمل لايبوليسيز وكيتوجينيك. لان الانسوم بيتخن لايبوجينسيز وانتيكيتوجينيك. وتو اضل اكشنس. قلنا كان بيزود الميتابوليزم. كالرونجينيك عن طريق الامر. وكان بيزود ثلاث هرمونات اهمهم من الباشر. بيزود الانسوم. الانسوم. مع اثنين تانين. تمام طب نيجي الكنترول. قلناهم اربعة اربعة. اول اثنين في حالتين اكل. فكان بيزيد لما يأكل بروتين. او اعمل انفوجن بعمل اثنين. لكي جامل. انه لا يأكل اكثر. لان هناك جسرونسان هرمونز يزود بلوكاجون. الجسترين والسيكين. كيف يزود البروتين بلوكاجون. ويزود في نفس الوقت الانسوم. لعبس بعض. يزود الانسوم. هذا الاساس. لكي يبني البروتين. لان الانسوم. يبني. ولكن الانسوم يعمل هايبوغلاسيميا. فطلع معك بلوكاجون. والدليل. انه لما يأكل بروتين مع بلوكوز. يعني لا يحصل هايبوغلاسيميا. لا يخرج بلوكاجون. واستر فيش. اول اثنين. والاثنين اللي بعدهم. والاول مرة بقى بيزود. الجلوكاجون عن طريق البيتا ريسبتر. والسترس. وده المفروض. لانه يجب ان الجلوكوز يزيد. فربنا حط بيتا ريسبتر اكتر على الجلوكاجون. وهي تزود الجلوكاجون. ويجب ان الجلوكاجون. والفيجاس. 2 اكت. وين ينقص. قلنا هو يزود الجلوكوز. ويزود في فريفات اسو الكتون بادس. لما يزيده. ننقص الجلوكاجون برضه. بزيادة الجلوكوز. وزيادة الفريفاتي اسو الكتون. بس في حتة صعبة. زيادة الجلوكوز بتنقص الجلوكاجون. وعن طريق ان زيادة الجلوكوز. كانت هي الاهم حاجة بتطلع الانسل. ومعامل بيتا سيلز. بيتا ادرينيرجيك. مع الجابا اماينو بيوتيريك اسو. الاثنين تانين. انه قلنا. الالفا ريسبتر. بتاعت السيمباثاتيك ياولاد. الالفا ريسبتر بتاعت السيمباثاتيك. تنقص الجلوكاجون. والسكرتين والسوماتوستاتين. انا مش عيد تاني. ادي لديك الفكرة انت عيد تاني الفيديو. واحد من اصعب الهرمونات الجلوكاجون. تنقص الجلوكاجون. اربعة يزودوا. اربعة ينقصوا. طبعا فيه حاجات اكتر بالاربعة دول. بس دول المهمين. ولا تنسى اللي يقولك انه يقوي انقباض القلب. تقوله الكلام الجديد. ده. بالارجلوكاجون. هذا الجزء الصعب في المحاضرة الاخيرة. نقص الاجزاء الاسهل. الهرمون الثالث من الهرمونات بتوع البانكرياس. اسمه. سوماتوستاتين. كنت اخذ نعب لكده. الهيبوثالماس. في اول الثاني محاضرة. تحت اسم. كنت قرأت كتاب. الانجليزية مترجمة على الالمانية. المؤلف الماني. كتب كلمة عجبتني جدا. قلت استغلها. ستاتين يعني انهيبت. يثبت. فقال ان السوماتوستاتين ده. مفيش حاجة واحدة بيزودها. حتى تبص كده في الأكشة قبل انجلها. كلهم بالنقص. فسماء يونيفيرسال انهيبتور. يعني ينهيبت كل حاجة. يونيفيرسال انهيبتور. يونيفيرسال انهيبتور. حسنا. هنا هنتكلم عليه في أربع نقاط. نفس الأربعة بتوع غلوكابول. نقصي الميتابوليزم. لأنه هو زي الميتابوليزم. كلهم بيبقوا ديجريد. هم نفس الأربع نقاط. الأول بيبقوا ديجريد. نقصي الميتابوليزم. نقصي الميتابوليزم. أولا سواء. أولا سواء. ترى أولا سواء. في المعدة يسمى المدخل البيلوريس والديودينام وهو الاثنى عشر يطلع من البانكرياسي والمحاوب بالبانكرياسي وهو البيلوريك أنترام والديودينام ويطلع من الهيبوثالامس تحت اسم ثاني كنا اخذناه كما يطلع من الهيبوثالامس لو كنت تفكر سمناه منك هايكوفيجيترافيك هرمون لأنهم يأثروا في الهيبوفيس كان في بعضهم ريليسينج وبعضهم اللي هو من ضمنهم الجروس هرمون إنهيبتينج هرمون إنهيبتينج كنا قلنا حتى يطلعوا لو كنت تفكر من ميجا نيرونز بتبروجيكت نيرونز كبيرة في حتة مشهورة يطلعوا منها فكرة مشهورة اسمها ميديا أميننس أقول لك تدميع كمان جميلة الأربع هرمونات اللي فضلين في البانكرياس ما خلال إنسولم ما عدا الإنسولم كلهم لهم مصادر ثلاثة بانكرياس جاستوانستاينالتراكت وبرين تجمعات الرائعة بانكرياس جاستوانستاينالتراكت وبرين يبقى لإجابات الأوائل يطلع من السوماتوستاتين الأوائل تقول بانكرياس من الدلتا أو الدي سيلز التي تشكل أقل من 10% الجاستوانستاينالتراكت الدلتا سيلز اللي موجودة في نهاية الستومك والبريم من الهايبوثالامس اللي هو ضمن اللي سمناه هرمون تسلم مثل نسه من الدلتا من الموضوع من الموضوع من الموضوع الثاني معمول من ضعفها سوماتوستاتين 28 أمينو أسسس اللطيف نفس القواعد مثل بروكاجون يتعامل من بري برو بروتين حلوة نفس البروتين يتعامل منه سوماتوستاتين 28 حضرتك ستكسر من بري برو برو بروتين 14 أمينو أسد أو ستكسر 28 برحتك حلوة نفس الاثنين يتعاملون من بري برو 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 بروتين بقطعية مختلفة ألترنتف كليفتش بقولها بالبالة دي كده عطاية مختلفة تقطع 14 وتقطع 28 يبقى كلام معاد كل الهرمونات ما خل الإنسان بتطلع من الفانكرياس الكامل جديد وجعتي والبريد كل الهرمونات بتاعة الفانكرياس ومثلها البيتوتري والبراثيرويد تركبها بروتين أو بوبتايد أو كليفتايد فهنا هو بوبتايد بسيوب منه نوعان وكلها البروتين وكليفتايد معمولة نفس القواعد تحفظها بري برو بروتين بيبدأ في الجرانيلر اندوبلازم الكاتيكلم وننتهي العملية في الجولجي كومكس نأخذها في استوليجي فين السؤال هنا؟ الأكشن والكنترولي طبعا أقل أهمية من الإنسان وبلوكاجو الأكشن قلتلك بالأول خب بالك أن كل حاجة تنهيبت عشان كده الراجل سماي ونيفارسل انهيبتر الراجل ألماني على الأنتيروبيتوتري هنأخذ أكشن نمرة واحد على الجاسترونسان تريك نمرة اثنين والبانكرياس نمرة ثلاثة لما الثلاثة يطلع منهم أنتيروبيتوتري جاسترونسان تريك والبانكرياس أول مرة أخذناها في الانتيروبيتوتري تحت اسم جروث هرمون انهيبتين هرمون فمن اسمه كان بي انهيبت الجروث هرمون وللأوائل الفاكرين مش بس الجروث هرمون والثيرويد ستيمليتين هرمون والبرولاكتين وقلنا يا أولاد أن كل جروث هرمون هو اسمه جروث هرمون يبقى الطالب العادي يقول أنه بيقلل جروث هرمون الأوائل يقول بيقلل جروث هرمون ومع الثيرويد ستيمليتين هرمون وكان ده أحسن إجزامبل يدل على أن جروث هرمون غير اسمه في المسكيو هذا أحسن إجزامبل جروث هرمون لا يقف بس جروث هرمون كما يوحي اسمه لكن يقف كمان الـ TSH والبرولاكتين يقف كل شيء في جروث هرمون خمس حاجات يقلل الموتيلتي حركة المعدة وانتستين وجول البلد إفرازات ودعم في المسكيو يقلل هرمون وكما يقف كمان الهرمون جاسترين وكما يبدو والسكرتين والموتيلين وعندما يسمى مهمة المجموعة المهمة يقف كما يقف كما يقول وما نقف كلها حكي لك قصة صغيرة. حضرتك لو إنسان محترم وانت محترم بالقاطع مفروض بنأكل كم واجبة في اليوم ثلاثة أنا عارف ان طبعا بتاكلوا سناكس زي ما انت عارض. يبقى الشخص المحترم يأكل ثلاث واجبات يبقى مفروض الوجبة تصد دمعات كفيه كم ساعة اليوم 24 ساعة ثلاث واجبات في 24 يبقى الوجبة تكفيه 8 ساعات. فهو ده يضيف تلسوماته 60. بيخلي الوجب بيصد معاك بيهدي المراكب السايرة بيقول للجاز الهضمي روايدا روايدا. اعمل حركة افراز هضم امتصاص ببطء ببطء عشان الوجبة دي مفروض هتكفي الشخص 8 ساعات. اذا هو بيعمل ايه هنلخص الاكشنز الخامسة دون بيقل الموتيلتي والسيكريشن بتاع الضيجيشن والابزوبشن والبيفلو والهرمونز وظيفته يعمل ايه. وظيفته يمنع الرابيد اجزهوشن افود ان لو العمليات كلها حصلت بسرعة خدت الاكل بسرعة واستخدمت بسرعة طبقيت التمان ساعات. عشان كده هو قولنا اولاد اهو الوظيفة كذلك فوق بقى بالاحمر. بريفنس الرابيد اجزهوشن افود عن طريق ان يمنع الخمس حاجات دول. موتيلتي سيكريشن ابزوبشن هرمونز اند بايفلو. سوماتوستاتين على البانكرياس احنا خدنا حل الوقت كام هرمون الانسن وغلوكا جول. وهناخد بعدها على طول البانكرياتيك بوليفيبتايد. هو بقى بانهيمة كل البانكرياتيك هرمونز المهم. انسن وغلوكا جول. لنفس السبب. لانهما مهمين الميتابوليزم. وهو عاوز يقال ينقص الميتابوليزم يهديه شوية عشان الوجبة تصد تمن ساعات. هنا في سؤال امسكيو مهم جدا. هو طالع من البانكرياس ويقلل الهرمونات بتوع البانكرياس. وهو طالع من البانكرياس. يبقى هيوصلهم ازاي؟ مش عن طريق البلد. عن طريق تيش فليول. يبقى هذا سؤال امسكيو. هنا عن طريق باراكراين اكشن. لا اندوكراين. يبقى واضح لطالب فاهم. هي مش تجميع حفظ تجميع فهم. يبقى الاكشن بتاع السوماتوستاتين. ملخصها كلها كلمة واحدة. ينقص كله. يعني اقولها لك بطريقة لطيفة. في الامسكيو او في المعادلة الامريكية. او كنادية لو جاب لك سوماتوستاتين بيزود اي حاجة هذي اجابة الخطأ. اسمه. انا استغل اسمه استاتين. استاتيك 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 استاتيك. يوقف يوقف. اي حاجة بتنقص صح. اي حاجة بتزيد غلط. خلاص حلوة. وما الغرب بتاعه. انتوا فهمين. ان يمنع الرافد اجزوهو الشان افود. ربنا انطلعه عشان الوجبة تصد ثمان ساعات. لا تنسى البانكرياس يقلل المجموعة الثانية اللي حواليه بتاعه الميتابوليزم. فاراكراين افكت. طب الكنترول. ما هو مفروض انه بيخلي ما استردمش الاكل بسرعة. يبقى مفروض يطلع لما يأكل. طبعا قلت له زكي. طبعا يبقى كنترول يطلع بالانجيش. طب من الانديسز من دلائل ان انا كنت عشان يطلع. ويخلي الاكل يستهلك ببطء. كلها تبقى بطيئة. كلها بطيئة. فالاستهلاك يبقى بطيئ. فتكافيني 8 ساعات. ما الذي يدل ان اكلت ماذا؟ ان اكلت يزيد الليبل بجلوكوز ممثلا عن الكاربوهدريت. الامانوأسد ممثلا عن البروتين. ممثلا عن الليبل في الدم. زيادة الليبل بجلوكوز. الامانوأسد ممثلا عن الليبل في الدم. الامانوأسد ممثلا عن الليبل بجلوكوز. وعليه في الامانوأسد ممثلا عن الليبل بجلوكوز. ممثلا عن الليبل بجلوكوز. يبطأ كل العمليات اللي هاتستهلك الفود. عشان يكافيني. 8 ساعات. عشان كده هو. تالت هرمون. يأخذنا انسونا الاقصر اهمية. يليك جلوكوز. الاقل اهمية بس اصعب. ثم السوماتوستاتين. تقل. البانكرياتيك فوليفيبتايت. البانكرياتيك فوليفيبتايت. البانكرياتيك فوليفيبتايت. البانكرياس. الجامعة سيلز. او الاسم الجديد. بي بي سيلز. عشان ان تظلع البانكرياتيك في بي بي سيلز. الاسم القديم، تسموها. اف سيلز. يبقى كل ذلك صح. تطالع من الجامعة سيلز صح. الاسم الجديد بي بي سيلز. والتي تشكل اقل ان نصد خمسة في الماء. الفلوكاجون. الخلايا بالخلية. يبقى الغلوكاجون. كانوا عشر في المئة. السوماتوستاتين أقل من عشر في المئة. البي بي سيلز أقل من خمسة في المئة. طبعا أكثرهم البتا سيلز بطلع إنسوين كانوا ستين إلى سبعين في المئة. لذلك الغمون الأهم. فنأتي بكامست. نعم شعولة تاني بانكرياس بتيوتري فاراستيرويد. كلهم يطلعون بروتين أو فولي بيبتايد. فهو الانيار فولي بيبتايد أو لو قال لك بيبتايد صح. أنه يتحدث مع بيبتايد. يعني متعلق بيبتايد صح جيدانين لذلك حالاته. هم الانتين التانيين كمان ستة تتراتين أمين وأسر. طالعين من يين طالعين الرابطين قلت لك قاعدة؟ من الجاستروني سانتريكت هي بيبتايد واي واي. بيبتايد واي واي. ده طالع من الجاستروني سانتريكت المعدة والأمعاء والقولون. ونوروبيبتايد وينبي طلع من العبود والعبود والسيستماعي. يصبح قاعدة جميلة وارسالها لك العبد الله أنه كل الهومونات بتقع البانكرياس ما خلاه. الإنسان بتطلع من البانكرياس والجسونسان تريك والبانكرياس. وهو نفسه البانكرياتيك بوليبطايد طالع من البانكرياس اللي شبهه بقية العيلة بقية العيلة هنا مش هو نفسه البي واي واي من القولون والانتسترين والستومك والنيورو بيبطايد واي انبي واي طالع من برين وتروميت نيروسيستم نيجي الاهم بقى النقطة الثالثة وروعة فانشنز كنترول قلنا نقصين ايه عن جلوكاجون الميتابوليزيب اللي هو معروف هم يدخلوا في البرتر بلاد على اللي بري مديجريدد هناك عش كما كنت ابناش فهنا اربع رقب بس عشان نمشي للهرمولات أسهل وهمها مش مكتوبة في معضل الكتب مشانا ما كتبتها ان بارتيكولا يعني لانها خلاص فهمت هنا بقى الفانكشنز ياولاد نوت كلير يعني مش كلير قوي انما اقول لكم اصدق الحاجات في سنة 2018 البرامري اكشن كما السوماتوستاتين يعني بيقلل اهم افراز للهضم للهضم لا شوف من يفتكرها في محاضراتها بهذه الهضم اهم اثارة هضمية هذا سؤال واحد هو البانكرياتيك سيكريشن بانكرياتيك سيكريشن هو بيقلل بانكرياتيك سيكريشن هذا البرامري اكشن وعليه يبقى سؤال مسكو مهم هو عكس الفانكشن بتاع السيكريشن كليستوكينين لان ده اهم واحد بيزود اهم عصارة اللي هي العصارة بتاعتي البانكرياتيك سيكريشن هذا البرامري اكشن طيب البرامري اكشن بيأفكت الجسرون ساموتينيك فمسلا بيناقص الجول بلادر كونتركشن كونتركشن بتاع جول بلادر يأفكت الميتابوليزم بيأفكت الفود انتيك فبيسموه satiety فاكتور يعني خليك تحس بالشبع I'm satisfied يعني مكتفي فجاء منها كلمة satiety يعني اكتفاع شبع البرامري اكشن هو ده المهم في الامسكو جدا انه ينقص اهم عصارة هضمية وهي عصارة البانكرياتيك وعليه يبقى عكس سؤال امسكو عكس السي سي كي اضر اكشن بيأفكت الجسرون ساموتينيك الميتابوليزم والفود انتيك ماذا تحس بالشبع ماذا الدليل انه يحس بالشبع انه لقوا في اطفال عندهم بريدر ويلي سندروم نسبة للشخص اللي اكتشفه متخان قوي ليه ليه ما بيشبعوش ليه لان ما عندهمش البيبي اي فعرفوا ان البيبي اي بيخلو احد يشبع satiety factor ما فيش بيبي اي ما تشبعش الطفل يأكل كثير يبقى ابيس اسمها brother willy syndrome طب يأتي ال control هو قلنا كما السوماتوستاتيني يعني يهدي اللعبة يطلع على مناكل rapid release after 100 يطلع بعد مناكل السؤال امسكو هنا ازاي بقى ميتابوليزم بالفيجاس البراسيمباتاتي الكولينيرجيك تبقى صح بلوكد بالاتروبين وهو الاتروبين في الاسطلاق الكولين بتاع الفيجاس فديه مهمة جدا يطلع على مناكل عن طريق الفيجاس نيرف والدليل انها البراسيمباتاتي الكولينيرجيك هتلاعوا الان فيه كلام تاني يعني اقولوا فيه عجالة يعني لسه محدش متحقق منه او يعني عدب منه انه يطلع أساسا بالاكل خاصة البروتين ميلي لكن وجدوا كمان ويطلع بالاكيوت هايفوغليسيمي ما الذي ينقصه لسه الهرمون اللي قابله السوماتوستاتين اللي كان يوقف كل حاجة يوقف البانكرياتيك بوليفيبتايب ويوقف كمان بالانترافينة يعني نقص الجلوكوز يعني نقص الجلوكوز يطلعوا زيادة الجلوكوز ومعها السوماتوستاتين حاجة تانية يوقف البانكرياتيك بوليفيبتايب يوقف البانكرياتيك بوليفيبتايب هذا يبقى لكي تأكل لكي تسمى هنجر هرمون يعني بتاع الأكل ويقع ساعة الالف سوماتوستاتين سأريد التفاصيلات برفض المحاضرات الأسئلة سميلي جريلين انتهى في المحاضرة السابقة ستعملها بالعلوان لانه كيف تشكل كيف تشكل يستيبليت الجراث جي هورمون اتش ريسيبتور لكن الاتش سايلانت هنا لا تنطقش يسمونه جريلان إنما جاء من الاسم فهمتك كل اسم يجبونه من أين؟ جراث هورمون ريسيبتور استيميليتي الزملائي الأزغر في سنة كمان يتعلموها عشان نثري المحاضرات يطلع من أين؟ مصلي هنا بقى مش من فانكرياس لو هو موضوعنا مصلي من الاستومك هذا الجوعة المعدة لا تقول لك عصفير بطني اللي هي معدتي تزأزع سنرى هذا الوقت العصفير عندما تزأزع مصلي من الاستومك مصلي من البانكرياس اللي هي الابسيلون سيلز اللي هي الحرف الخامس الفا بيتا جاما دلتا ابسيلون حرف الخامس في الأبجادية اللاتينية لذلك لدينا خمس خلاة تطلع على الأقل خمسة هرمون ذو قلنا هذا الواحد والسؤال بالوقت أن البانكرياس يطلع على الأقل الأربع على الأقل خمسة صح وهو الإبسيلون سيلز تمام؟ واحد في المنة نحن نعرف على قاعدة الأربع هرمونات يتبع على الفانكرياس ما خلال الإنسان يطلع من الفانكرياس ويطلع من جي اي تي سمول انتستن ويطلع من البرين نيورو بيبطايد يبقى القاعدة هي فانكرياس جي اي تي هنا سمول انتستن وبرين نيورو بيبطايد نقطة الثانية كيميستري الثلاث غضل بحرف البي ما بزهرش فانكرياس بيتيوتري يطلع على بروتين بحرف البي فانكرياس 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 طالب زكي قال انا عارف تقول لي الفانكرياس قال انت انت اول حاجة انت قلت انه هنجر هرموني يبقى مياه بخلايا وقلت تسموه لي لانه هرمون خلاص يبقى انتستن تحط طالب زكي يبقى له علاقة بالانيرجي هوميستيزيز تثبيت الطاقة انه يخلينا ناكل يتزود ابيتايت هون ويستيميليات جروف هرمون سيكريشان اللي اشتقي منه اسمه جروف هرمون ريسيبتور استيميلياتي تفكر في بماغ عنده مش اي حاجة مش قاعد بيسمع اي حاجة نيجي على الانيرجي هوميستيزيزيز اللي هو رضيف الاسية هوميستيزيز اللي هو تثبيت الطاقة جوه الجسم يبقى لازم بصادر وارج بماغ لاحق انطرات اصدرا وارج انطرات كانت فبيبعت انطرات اصدرا هائثالماس شراط الـ الابستات ويسيزيزييز وهي تزود الابيتايت وتزود وبالتالي يزود المعطقة وهي هذا الامبوت تأكل بعدتك تطلع عسارات وتشتغل الوضع الذي قلته ستعمل به أربع حاجات هو بيريجي لبقى الديستريبيوشن والريتو بإنرجيوز تعمل ماذا بالطاقة دي تطلعها في صورة طاقة يبقى يتلاصل تختزنها في صورة اي تي بي طاقة بأس مختزن طاقة بأس مختزن طاقة طاقة ومختزن في صورة طاقة في صورة اي تي بي تختزن حضرتك في صورة فات دهون او غلايكوجين ستوريج يبقى له علاقة بالانرجي هوميوستيزيس انبوت يخليني يأكل اووت التوزيعة بتاع الاكل ما بين طاقة اي تي بي ويت لاص وما بين اختزان فات وغلايكوجين ستوريج وتاني نظيفة قلنا باستيمليات الجروث ربون سكريشن كنترول يبقى يخليني يأكل يبقى مياه المياه كنترول ده يزيد باي فاست لما يجوع عند اتميل تايم لما يجي وقت الاكل كل واحد فينا كده لما يجي المعاد اللي بيأكل فيه حضرتك بتاكل ساعة واحدة تلاقي نرش نجوع الساعة واحدة هنا الناس بيأكلوا الساعة خمسة بعد ظهر يجوع الساعة خمسة ميلي بيجوعهم الجريل يبقى يزيد بالفاستن وقت الاكل يجب عليها على حاول التدريض في حاجة صفير بطني يعني من الناس الفقرة ربنا يكون معهم يا رب ليس بسبب الموضوع قلة اكل حتى ألم الجوع يولد ألم انقباضات في المعدة تدفع الانسان أن يأكل سمطان الزفائي الغلبان مش لاعب بس بيحس الهنجر بين هنجر بينجس يبدأ كنترول تنسى الجريلين ده اللي بيخليك عاوز تاكل هنجر هرمون طب تسمو لي جريلين جروس هرمون ريسابتور استيميليتك هرمون يبقى طالب زكي الفانكشن انجي هوميستيزيس خليني اكل واغزع الاكل كويس في انبوت واؤوت وستيميليتك جروس هرمون خليني اكل يعني بيزيد وفقاة الاكل دول كانوا الهرموناتين فضلي دلوقتي موضوعين سوارين اللي هو بلوكوز هوميستيزيس لكن قبل ما اولى انا سيتكلم كلمتين على الامايلين اللي هو كان طالع من البتا سيلز الامايلين ده الاوائل الاوائل والزمناء الاصغر سنا هذا الهرمون اكتشف في الف سعمية سبعة وثمانين ناينتين ايتي سابن سايت بيطلع منين احنا اربع نقاط اساسية فيما خلق الميتابوليزم سايت كوسيكريتد يعني بيطلع مع الانسولين من البتا سيلز وبانكرياس كوسيكريتد من البتا سيلز وبانكرياس حتى كنا قلنا في اقفر محاضرة التامنة نسبة الانسولين الى الامايلين هم اتنين طعيم البتا سيلز طبعا الانسولين هو اشهر حاجة بتطلع من البتا سيلز مية الواحد كامستري مشاولة تاني خلاص زيقت انت فانكرياسي بقى في الطائد الهرموم فانكرياسي يعني تبتكر ربنا انطلعه مع الانسولين عشان يعني يساعده فالانسولين ينهيبت البروكاجون الانسول اللي هو الباشا ينهيبت البروكاجون واحد من اهم الاسئلة ينهيبت كل الهرمونات اللي هي تعاكس الجروكوزي برنامج الجروكوزي كان يستمت الانسولين كما شريكه ينهيبت البروكاجون ينهيبت البروكاجون الأمييلي يقوم بتخصيص جاسترق المعدة اخرى افراغ المعدة هنفهم ليه؟ وعليه تفهمها من نمرة المعادة ينهيبت البروكاجون هذا البروكاجون وهذا الانسول وهذا الانسول يمنعوا الارتفاع الضخم في الجلوكوز لما ناكل. فهما يؤخروا الجسريك إمتنج اللي لا أريد أن تفهم مش جلين نقرأ. بغرض انه يمنعوا الارتفاع الضخم الشوكة دي بعد الاكل. يعني يعني يعقب الاكل. وطبع عشان الجلوكوز ما يرتفعش جدا بعد ما تاكل طبيعي هي لا يشتغلوا بغرض انه يخلوك تشبع عشان ما تاكلش زيادة والجلوكوز يعلي جدا. يبقى متفق متمشي مع وظائف الانس. الانس بيخفض الجلوكوز بيمنع الارتفاع في الجلوكوز عقب الاكل وليس بيخفضوا قلناها في محاضرة الانس. ليس بيخفضوا عن الفاستنج. بيمنعهم الارتفاع عشان كده اعتبروه هايبوغلاسيمي. وشريكوا الامالين اللي نسبة واحد الامية اللي بيطلع برضه من البتا سيلزو بانكرياسي. نفس الاكشن بيانهيبت اللي بيرفع جلوكوز ما مش عاوز جلوكوز يرتفع. يمنع افراغ المعدة لانه مش عاوز جلوكوز ارتفع. وعليه يمنع السبايك. بوست برندل سبايك. خليك تشبع. تشبع. نفس الحاجات اللي بتشبع الإنس ولا تنسى. كمين المين كنترولر بتاع الإنس والجلوكوز؟ الجلوكوز. هو نفس الحاجات اللي بتشبع الإنس وما هو طالع من نفس الخليات بتاع الإنس. خاصة المين كنترولر هو بيانه يا ولاد. الثلاث هرمونات الأخرانية دول هما السوماتوستاتينس فانكرياتيك بوليفيبتايد والجريلين والأميلين حتى ذلك اللي بيطلع بيتا سيلس. في في جامعاتنا العربية بيقولوها اهتمام أقل لكن احنا منتصرف على اننا قاعدين في نورث ماريكا اللي بنشرحه هنا بنشرحه هناك. ياخدوه ما ياخدوهوش. انت بقى شوف هيقولوا ايه وهو اساسا للزملاء الأصغر سنا وللأوالي. طيب. ننجي بقى أفضل لموضوعين صغرين. زبط الجلوكوز ونقص الجلوكوز. اننا خدنا دابيتس بالليتس ذاته. جلوكوز هوميو ستيزيس تسبيت الجلوكوز. تسبيت المسكن. عدين نسبة نسبة الجلوكوز. هنتكلم عليها في نقططين. ده واحد من أهم الأسئلة في النظر يا ولاد. ما هي خطورة ان الجلوكوز يقل أو يزيد. ايه خطورة ان يحصل هايبوغليسيميا؟ وايه خطورة ان يحصل هايبوغليسيميا؟ يحصل لك هايبوغليسيميا؟ يعني يعني يجيلك سكر. عشان كده كتبتلك ريفير تو دا كومبليكيشن دابيتس بالليتس. شوف مضاعفات السكر. فكده أذكرك بسرعة. هسيدوزيس وكومة كانوا أخطر وثلاث حاجات تانية. مايكرو فسكولر وماكرو فسكولر ونيوروباثي. الأوعية الصغرية والأوعية الكبيرة يحصل فيها أثر سكيدوروجيس والأعصاب نيروباثي. ارجع هذا خطورة هايبوغليسيم. ان يحصل لك سكر. مايه خطورة الهايبو؟ الأول امتى نعتبر نحضرتك عندك هايبو؟ لو نزلت النسبة عن سبعين ميلي جرام برسنت. لو انخفضت عن سبعين. مايه الخطورة؟ هذه أخطر. أخطر ليه؟ لأن الوقود الوحيد الذي يستخدمه المخ والريتنا على أساس أن الريتنا حتة من نيروز سينترال نيروز سيستم سنقولها مع الاسبيشال سينس. الشبكية حتة من الجهاز العصبي المركزي المركزي زي البرين اقتدت الظروف انها تبقى موجودة بره عشان تشوف في الآل. لما هو زي البرين بالظبط. لا يستخدم البرين وريتنا غير جلوكوز. وعش كده حتى ربنا نشوف العظم. خلاهم يستخدم الجلوكوز بدون إنسرال معادة سينترال. وعليه لو نقص هتبقى مشكلة. يبقى هتنتهي القصة بكومة غيبوبة. برم شاشتاء. هنقلها مع السيمتم والسين. لتنقص الجلوكوز. يبقى لا خطورة الجلوكوز انه تغير. الدينجر. ليه بناع الجلوكوز هوميستيزي. نحن نقطة تانية والاخيرة في هذا الموضوع. ماذا يحتفظ بالجلوكوز هوميستيزي. ماذا يحتفظ بالجلوكوز ثابتا. يستخدموا الميكانيزم كلمتين. ليبر و هرمونز. نقص نصف الدرجة. ليبر و هرمونز. يبقى الميكانيزم كلمتين. ليبر و هرمونز. أخطوهم لك الألوان. ليبر و هرمونز. هنأخذ حالتين. لما هنأكبتاكل دورينج أبزوبشن. كيف تمنع الارتفاع في الجلوكوز؟ يعني كيف تعمل حكاية دورينج أبزوبشن؟ ولما ما تاكلش بوست أبزوبستيت بعد الأكل. كيف تمنع الانهيار في الجلوكوز؟ هنضيب اثنين و هنضيب اثنين. و انت تعرفهم على فكرة. لكن تفتكر ليبر و هنأتي بالإجابة. حضرتك كالت. كيف تمنع الارتفاع في الجلوكوز؟ الجلوكوز الذي لا تستخدمه هنأخذ فيه ليبر؟ طالب قال لي هتحوله الجلوكوز. ستورة جلوكوز. بلتين كمية 2 ثيرت. واللي ليش هتعمله ستورة جلوكوز. ستورة جلوكوز. يبقى حكتين. يبقى بعد الأكل الجلوكوز الذي لم يستخدم. الليبر تمنع الارتفاع في الجلوكوز بوسيلة تانية. اللي هو. الجليكوز هو 2 ثيرت والفات. طب لو حالك لا تكون. ما الذي يمنع الانهيار؟ الليبر يوجد وسيلتان عن طريقهما. الليبر تستطيع تمنع. الانخفاض. قلناها. الجليكوز الأسرع. تحطيم مخزون الجليكوز. الأبطأ. التي قلنا بتوصل في الارتفاع أسرع ممكن في اليوم الثالث. أنها تعمل بقى جليكوز جديد من مصدر جديد من أمينو الأسد. يبقى الليبر تمنع الارتفاع بعد الأبزوبشن بعد الأكل. بطريقتين. وتمنع الانهيار في البوسط. تمنع الارتفاع. من الأسرع. ثم تمنع الارتفاع. تقل الهرمونز. يبقى الليبر وهرمونز. أحب النظام أول. الهرمونز فيها ثلاث نقطة. اليوم الآخر. هذه هي أول نقطة. النقطة الثانية. لو حصل انخفاض سريع في الجلوكوز. النقطة الثالثة. لو حصل مجاعة. يعني مدة طويلة ليس سيكون الجلوكوز. نقوم بها الثالثة. من الثالثة هرمونز. اللي وقضيتهم يزبطوا الجلوكوز في الدم. لا يعلم ولا يعلم. الانسول والجلوكوز. البتا سيلس والالفا سيلس. عندما تأكل. تأكل. يطلع الانسول. لتمنع الارتفاع. نحن قلنا. تعبير قلناها في أول محاضرة. التمنى. إنسول يوطي جلوكوزة تعبير من الصحة. ما يمنع الارتفاع أساسي. هو يعمل اهيبوغليسيميا. عن طريق أن يمنع هايبرغليسيميا. عندما لا يوطي على الفاستينج. يبقى مناكل. حتى لا يرتفع الجلوكوزة. فاستخدَ إلى الإنسان. عندما لا ييتم. ما الذي يمنع الانهيار في غلوكوزة؟. ما الذي يمنع الانهيار في غلوكوزه؟. ما الذي يسمى غلوكاجون؟. غلوكوزة أقوليست. يمنع الانهيار في غلوكاجون. يمنع لهايبوغلاسين حتى قلنا فاكر الجرع كل واحد مايكرو جرام لكل كيلو جرام يرفع جلوكوز لبل من الجلوكاجون يعني واحد مايكرو جرام لكل كيلو جرام عشرين 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 ميلي جرام في ظرف عشرين ديئة هذه هي أول حاجة في الهرمونز ثاني حاجة في الهرمونز هي السيفير هايبوغلاسيميا واحد يقول لي تبديل مثال يعني سيفير هايبوغلاسيميا حضرتك كده فجأة لسبب او لآخر يحصل استخدام في الجلوكوز متسارع هيحصل الهيار سريع في الجلوكوز هيحصل لك سيفير هايبوغلاسيميا خطير على البرين يتبعون هربون سريع من هربون يشتغلون سرعة ؟ الإبينيفرين لانجينوميك رابد وثان من مينتس يطلع إبينيفرين يبقى في السيفير هايبوغلاسيميا في الجلوكوز يطلع إبينيفرين وهو الأدرينالين يساوي بسرعة من أين ؟ ديكاستراغلاكش نولس ثالثة الأخيرة يا أولاد براندين هايبوغلاسيميا يبقى بحبة شحة بطريقتي بفهمي الخاص لها مجاعة شوف العظمة الإلهية لو قلتها معكم مش هتفرحة فيه هرمون مهمين في المجاعات غروت فرمونو غلوكو كورتكويد ستنبعات الجيهة غروت فرمونو غلوكو كورتكويد هو كورتيزول قلنا كورتيزول لا كورتيزول المهم هو كورتيزول فأنا أضع خطة أولاد أنا لما قعد في مجاعة مطلوب توفير وقود ذهني ووقود بدني البرين كالزهني والمسلز بدني قلنا غلوكوز ما بيستخدمش The only fuel used by the brain is غلوكوز يبقى مطلوب من الغرمون وغلوكو كورتيز يجوله غلوكوز بوسيلتين الجليكو جينوليس والجلوكو نيوجينيس كل واحد متخصص في واحدة أكثر ليس فقط من اسمها حتى عشان ما تلغبطش غلوكو كورتيكويد دي متخصصة أكثر في غلوكو نيوجينيس أما جروت فرمون جليكو جينوليس يبقى كده البرين الحمد لله هادي يا عم الجلوكوز بتاعك لو تستخدمش الهروج نهولك الجروت فرمون جابه بالجليكو جينوليس والجلوكو كورتيكويد والجلوكو نيوجينيس طب المسل وانا استخدم ايه؟ فانا بتخيل الحديث The major energy substrate معلومة أول مرة يعرفها كثير من الطلبة أهم وقود للمسل غلوكوز خلال الاتنين؟ غلوكو أسد وهي الاثنين يقومون اليابرات وقود للمسل كل الأطراف وقد فقود للمسل وثق المسل مثل الحتة الرائعة الرائعة في الفهم المسل لا تؤمن النجل حتي المسل بثق المسل يجب أن استخدم الجلوكوز بتاع البرين. استخدام جلوكوز ايسر اسهل اسهل ربنا حط فرق. البرين هيستخدم الجلوكوز بدون انسلن. اما المسل المسل عشان تستخدم الجلوكوز محتاجة انسلن. فاكر عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمبر فور. خلاص. فشوف بقى تعالى انتفرق جلوكوز رمونو جلوكورتكويدس كأنه وراء الخلق خالق قوة عاقلة جلوكوز للبرين وجابوا فري فاتي اسهل للمسل. دي بجليكوز جلوكوز يستخدم بالبرين وما يستخدمش بالمسل. المسل عشان تستخدم جلوكوز على الطريق الانسلين فوحد قلل الانسلن ريسبتر والثاني قلل الافينيتي تستخدم العظمة فوحد قلل الانسلن ريسبتر والثاني قلل الافينيتي تستخدم الفريفة اكسي. وتسيب البلين التي لن يضار لأنه لا يعتمد في استخدامها على أفتكار جلوكول على الإنسول. فصلت بطريقة لطيفة، أنا شخصياً أفتكارها كده. ليس علمية، فقط عشان أفتكار. أحد يؤثر في العدد و أحد في الأفنتي. هو مين أساساً بتاع العدد؟ جروث رمون كان يزاول عدد خلايا الجسم. حتى ينقص عدد الإنسول. هذا هو الأعداد جروث رمون. يبقى بالإكسيكلوجين الجلوكورتيكولز يقلل الأفنتي. هذا واحد من أهم الأسئلة. هذه الإجابة المزاجية. كيف نظمة جلوكوز في الدم؟ أحد أهم الأسئلة بالليبر والهرمون. وتأخذ حالتين. لو جلوكوز يزيب بعد الأكل أو يقل. كنتيجاً لا يأكل. يزاود الليبر بطريقتين. بعد الأكل، يمنع الزيادة بطريقتين. يخزين مصور الجلايكوجين الثلاث أو فات الباقي. ويمنع الإنهيار بطريقتين. يجب أن يكون هرمون. أضعنا ثلاث عنوين. أحب النظام قوي. ثلاث نغة أهم يا أولا. هذا الأهم. من يزبطوها بعد الأكل؟ أو أثناء الأكل. يمنع الإرتفاع. لأنه هرمون. يمنع الإنهيار. لأنه هو جلوكوز. هو هايبرجليسيم. حدثتك أنه عمل سبير هايبرجليسيم. يجب أن يزاود هرمون بسرعة. يزاود الجلوكوز. يجب أن تكون الأسترس. وهو الإبينافري. يجب أن يكون الإبينافري. يجب أن يكون الإبينافري. يجب أن يكون الإبتكار تماماً. يجب أن يكون الإجابة في مقالة ضد الإلحاد. ما هي هذه العظمة؟ هرمون يفكرون. يريد ان يكون لهذن ويقود للبدن. لأن الظهن يجب أن يستخدم الجلوكوز. فقليل عندما يحصل. قاموا في ذلك. وهو جلوكوينجينسيم هو جلوكوكوكوينجينسي. وهو جلوكوينجينسي. وهناك الجلوكوكوينجينسي. أهل الجلوكوينجينسي. لكن المصر العنهى عن بلوكوز على البريد ولكن عشان تأخذ بلوكوز عن طريق الإنسول فواحد قلل الإنسول الريسيبتور والثاني قلل الأفلي سبحان الله سبحان الله في خلقه فاضل حتتين صغرين ونقفل يا ولاد كورس الاندوكراين على سنة 2018 سوف نأخذ حاجة مهمة اللي هي الجلوكوز طولرانس تيست واحد من أهم التجارة في الطب الجلوكوز طولرانس تيست جي تي تي يسموها الجلوكوز طولرانس تيست تتظهر سنة 1923 اللي خدوا فيها نوبل في الإنسول وسموا جلوكاجون جلوكاجون في 1923 والجلوكوز طولرانس تيست عملها جيروم دابليو قام في سنة 1923 واحد من أهم التجارة تعامل تعلمها يا أولاد لأنها مهمة جدا جدا في الطب هذا يجب أن يأتي أسئلة في المعادلات وفي كل حدة أنا عارف أن تأخذوها في البايا اسمعوها من العبد الله هذا شكل الكير ببساطة شديد حضرتك ستعمل جلوكوز طولرانس تيست تقول العيانة لمدة أسبوع ما تقليش الجلوكوز اللي بتاكله كربوهيدرين وإلا تبقى بتخدع نفسك اللي بتاكله تقعد تاكله في آخر أسبوع عادي خالص ليس عشان هتعمل اختباط للجلوكوز وتعلل الكربوهيدرين دي أهم نصيحة نمراحة اثنين حضرتك ستجيلي الصبح بادري تبقاعد ثمن ل 12 ساعة ما كلكش فاستي بس بتشرق بس يازم تكون بتشرق تشرق بس ما تكلش أول ما يجي لك الصبح تاخد عيانة خلاص دي اللي هي عند الزيرو طاين اللي هو يسموه فاستين بلاك بروكوز مهمة جدا خلاص لازم الشخص الطبيعي يبقى تحت هندرد تن ميلي جرامز برسنت أو دي أل دي أل يعني دي سي لتر عشر لتر برسنت هنا أولاد اللي هيدخلوا معادلوا فيه من 30 ل 40 في المية من الناس خديجي الجماعات العربية عندهم الحلم الأمريكي فبيعملوا المعدد الأمريكي الرقم هنا حاجة تانية خالص في كندا وفي أمريكا فعش كده كتبه له 6.1 ملي مول بر ليتر يعني 110 ملي جرام برسنت دي عندنا هنا لا بيشتعلوا بالملي مول بر ليتر 6.1 دي مهمة دي وعدين تأخذ عينات وتشوف الجلوكوز بل يحصل له أي قيمة العينات أهم عينات تانية بعد ساعتين إنما هؤلاء في النص بعد الساعة لا يوجد أي قيمة يا أولاد مفروض لا يوجد أي قيمة أن الجلوكوز لا يقوم بقيمة فوق رينال ثريشولد لكي لا ينزل في البول هو كامل رينال ثريشولد الذي بعده ينزل في البول 180 ملي جرام برسنت التي تعادل 10 ملي مول بر ليتر لا يوجد أي قيمة العينات بعد ساعتين هي المهمة جدا يعني تشخيص الدابيتس من عدمه بالفاستنج بعدها لدرجة أخرى الناس كثيرة جدا يأخذوا عينتين فقط قبل أن تأخذ أورال جلوكوز أورال جلوكوز 70 جرام جلوكوز في ناس يقول لك 75 في بلاد ثانية 50 100 أي حاجة ما بين 50 و 100 جرام جلوكوز هنا يأخذوا 70 جرام أورال جلوكوز يعني لا يجب أن تأخذها في خمس دقائي تشرب حاجة فيها سكر 70 جرام في حدود خمس دقائي بعد ما نقص الفاستنج تأخذ غلوكوز أورالي على مدى خمس دقائي مشاكتر لا تقوم بإمكانك شفطة شفطة على نصف ساعة لازم في خمس دقائي تكون خط 70 جرام أو أي رقم ما بين 500 جرام هنا يجب أن تعمل الفاستنج بعد ساعتين بعد ساعتين هذا رقم مهم لازم يبقى تحت 140 ميلي جرام برسنت يعادل 7.8 ميلي مول برسنت تعال بقى التجربة يبقى عشان حضرتك تبقى نورمان لازم حاجتين مش حاجة واحدة يبقى الفاستنج وانت بقى لك ثمانية واثنشر ساعة مكلش حاجة شرب طبعا بس يبقى الفاستنج تحت 110 ميلي جرام برسنت اللي هي هنا 6.1 طيب وبعد 2 حان اللي يبقى تحت 140 ميلي جرام برسنت اللي هي تعادل 7.8 ميلي مول برسنت طيب امتى نقول عندك ديابيتس مفروض الفاستنج تحت 110 أو 6.1 لو دقينا الفاستنج بتاعك اكتر من 126 ميلي جرام برسنت او اكتر من 7 ميلي مول برليتر طيب او لقينا 2 حان ما احنا قلنا في عينتين مهمين 2 حان بعد 2 حان يبقى اعلى من 200 ميلي جرام برسنت او 11.1 حتى انا كنت محفظ له منها ثلاثة واحداتين 11.1 واحد واحد 11.1 ميلي مول برليتر طب ما بينهم بقى يعني لا هي تحت 110 و 6 واحد من 10 ولا هي فوق 127 هذا يسمى بري ديابيتك او الاسم الاصح يعني محتمل يجيله ديابيتس يسمى حاجة ما بينهم هم عينتين يا أولاد حضرتك امتى تبقى طبيعي او قريبك تبقى طبيعي لو الفاستين تحت 110 ميلي جرام برسنت او تحت 6.1 ميلي مول برليتر ولو بعد ساعتين تحت 140 او تحت 7.8 ميلي مول برليتر طب امتى تبقى ديابيتك لو الفاستين فوق 126 او 7 ميلي مول برليتر وبعد 2 حان فوق 200 او 11.1 ميلي مول طب ما بينهم بقى لا تحت دي ولا فوق دي تبقى حضرتك بري ديابيتك تبقى حضرتك عندك إمبارد بروكوستورانس طيب دائم من اهم الكربات في الدنيا بروكوستورانس تست جي تي تي عملوه في سنة 1923 قلنا سنة اخدوا فيها نوبل في الانسلين واكتشفوا فيها بروكاجون وعملوا فيها التجربة دي نيجي با اخر موضوع نقفل به اللي هو الهايبوغليسيميا نتفخ الأول الهايبوغليسيميا ماتش مور دينجر دان هيبوغليسيميا يعني حالة أخطر من هايبوغليسيميا واحد يقول لنا الجملة دي يقول لك لو حضرتك إن داوت شاكك العيان اللي هو بغيبوبة اللي عنده سكر ومتعرفش خد عينسه أنا مخدش هو عنده هايبو والله هايبر ما انتش عارف ما عاكش جهاز يقعيس الجلوكوز مش فاهم السمتم والصين دكتور مش تهم حاجة عالج الحالة على انها هايبوغليسيميا ودينه غلوكوز عالجها على انها هايبوغليسيميا لو عنده هايبر ودينه غلوكوز مش مش هيحصل حاجة مش هتخرب الدنيا لكن لو عنده هايبو ممكن يموت طيب يبقى ناخد اول نقطة الكوزيس تاني نقطة مانيفستيشنس احب النظام تالت نقطة التالتة كوزيس الموست كومون كوز هل حضرتك عادي كده اي شخص طبيعي عرض يجيله هايبوغليسيميا غالبا دا شخص عنده دا بيتسميليتس وبيتعالج ياما إنسلين أو بيتعالج بقراس عرض يتنقص هايبوغليسيميا يتنقص غلوكوز تعمل هايبوغليسيميا سالفونايوريه ليس أي دائم يعني العيان اللي عنده دا بيتس اللي بتعالج بإنسل بالإنجيكشن أو بيتعالج بسالفونايوريه اللي بتطلع هايبوغليسيميا خاصة هايبوغليسيميا نحن نعلم العيان اللي عنده سكر لما تاخد الإنسلين إنجيكشن هايبوغليسيميا لما تاخد السالفونايوريه هايبوغليسيميا هايبوغليسيميا اوكال نحن نزل عمل اكسرسيز أكثر من ما ينبغي راح لعب كوره اكسرسيز موردن يوجول حرق بلوكوز قال له او وبئس المصير العام بيشرب الكوليكس ده أهم السبب الوائل هايبوغليسيميا 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 وخد إنسلين ولم يراعي الثلاث أشياء نسي يأكل ايهات لس او اكل الأقل اكسرسيز مور او درينك ألقون اخرى انه انا عنده ورن بيطلع إنسولين فبينقص بلوكوز أو ما عمي ورنة تلكم او عنده تيومر من الخلالة بتطلع حاجة ذا الانسل فاكرينه او انا عنده كدني فاليار بيفقد بلوكوز اللوه او ليبر بيجميش problems في الجلوكوز حدثهم عن الخلالة في الجلوكوز في تلك الجلوكوز أو توفير او هايبوثيروديزم يعني الراقس بيزاود غلوكوز ففي هايبوثيروديزم او ستارفاشن واحد ما بيكلش فقد تساعد حتى راحت لما ما يكلش بطرة ايه يغم عليه بيقول لك حتى تدي له حاجة حلو عشان يفوقه ستارفاشن او او امبورن ايرور الميتابوليزم بصوا انا بسميها لك فيه كلام مهم وفيه كلام تضيع واحد. الموست كومن كوز عيان عنده سكر سكر وخد سلفنال يريع اقراس ومكالش كفاية اكسرسايزه اكثر وبيشرب الالكول. بالباقي ده رصة للأوائل ورم في الخلال بطلع انسلين ورم في اللي بتطلع انسلين لايكا جروس فاكتور وان كيليا بايزل كابب بايز سيبير انفكشن هايبوثيروديزم ستارفاشن ايه المنتابوليزم المانفةستيشن نقولنا البريل مستخدمش غير جلوكوز كما السمتم المصلي ريلياته تو نيرض السيستيم. من المر العام بتمراحل ونحب نظام أولاً ثم تحصل خفاقا في القلب كل هذه من سببهم من يجعلت القلب ويجعلك تعرق شغل زيادة سيمباتاتيك ديشار. عندي تأمل هنا. تأمل الأول أن هذا تنبيه ربنا ينبه. لو العيان خد إنسل. لو العيان خد سلفنال يوريا. ومكانش وراها أكسرسايز مور. هو بيعرف بيتعلم. لما يلاقي خفقان في القلب ويلاقي نفسه عرق. ومتعصانا نسي تأكل. يروح يأكل. أنا أعمل موجود كثيرا أو أبقى شوية. سببها سيمباتاتيك. تنبيه المريض للخطر. تأمل الأعمق. كان من ضمنها سويتينج. فكر معي. سويتينج يعني. سيفقد عرق. سيفقد مية. مية. تركيز الجلوكوز يحصل له إيه جوا الدم. الدم شلنا منه مية. تركيز الجلوكوز يزيد. يعني سويتينج مش بس عرض. عرض يفيد في شفاء المرض. لأن فقدان المية هيركز الجلوكوز هيعلي الجلوكوز جوا الجسم. يبقى زي ما بقولها وهقولها دائما أبدا يا أولاد. أعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي. والطبيب يأخذ الأجر. شيء رائع. أتلوها بلوكوز لبن. وبرده أتالي الزبالي الأصغر سنة. الفيرس سيمتون دي في بعض العين ما بتحصل لش خالص. يعني ما فيش الكلام. وعاوز أعقب عليه تعقيب آخر يا أولاد. خدوا بالكم السويتينج دي. كلينيكيا. نحن قلنا لو جد لروح العيان عنده سكر. ومش عارب ده. هل السكر ده بتاع ذات السكر. ولا خد جرعة مزادة في الإنسيين لقص السكر. الجلد يعونك كثير. لو فيه سويتينج يبقى هايبو جليسيميك كومة. لأن في الهايبرجليسيميا بيبقى فيه زيادة في الأزمولاليتي. بتاعت الدم. بيبقى الأنسجة دي هيدريتي. بيبقى الجلد ناشف. يبقى فهم. معنى الجلد عرقان إن الجسم بيحاول يفقق مية بيحاول يركز جلوكوز يبقى جلوكوز واطي. إنما جلد ناشف يبقى معنى عنده هايبو جليسيميا عشانيا بيقول الطبيب النابل بيفهم. قلنا في بعض العامين ما بيحصلش الفرس سيمتوم. نيجي أتلور بلوكوز. في نيورو جليسوبيريك سيمتوم. يعني سيمتوم في النيروس سيستم بسبب نقص الجلوكوز. إيه يا بقى هانجر يعني بقى جعان. كونفيوز من لخبط. أثر كوجنتي في أبنورماليكي. كوجنيشان يعني إدراك. لخبطة في الإدراك. يعني العيان لما بيرقص الجلوكوز هو الفور الوحيد بتاع البريين بيحصل لجوع. لخبطة ولخبطة ولخبطة في الإدراك يعني مش عارف المكان مش عارف الزمان في لخبطة فجأة كده لعامة لخبط. تحس قصادك حتى العيان فجأة دخل في لخبطة. الكوجنيشان كونفيوز. تحس قصادك جلوكوز. تصور من ضمن السمطوم هنا هانجر. هانجر يعني هيكل. فلما هيكل جلوكوز يعني. يبقى برضو أعراض المرض تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. يعني في الأول كان فقدام مياه عشان جلوكوز يتركز. هنا كال عشان خطر جلوكوز يزيد. نأتي في الأتفالي جلوكوز دقيقة. لو قطي يزيد. لثارجي يعني ثبات. يغط في نوم عميق. ثبات بالثينة أو لاباً بالثير. ثبات. لثارجي. غيبوبة ليس مجرد ثبات. تشنجات وثار. لا يعني لا شيء ظهر يعني. يعني نبيهنا في الأول ما تنبيهش. نبيهنا في الأخرى ما تنبيهش. كالسر. لثارجي كوما كونفالشنس اندس نوت لو سبتوا فترة طويلة بقى سيفير البرونج الهايبوغليسيميا هيحصل انتليكشوال بضل يعني يبقى العان البرين تعصر بقى ضل وممكن يدخل في كوما ما نعرفش نطلعه منها تاني لو سيفير البرونج ممكن العان حتى لو فوقناه بعد كده تلاقي يعني مقداراته الزهنية تعصرت انتليكشوال فانكشنس بعضل او دخل في غاية بقى العلاج طبعا انتم تعرفينه انا عند رأس جلوكوز نطلعه ايه نطلعه جلوكوز كونتينينج درينكس يا اولاد حاجة فيها جلوكوز احسن حاجة الأورانج جوس اللي هو عصير بورتقالي سببين اقوله للزمالات الاصغر سنة احنا في رفع نسبة جلوكوز يهمنا حاجتين يا اولاد حاجة اسمها جلوكوز لود يعني كمية السكر اللي في الحاجة يسمى جلوكوز لود تكلمت عليها في حلقات كثيرة على التخسيص وفي حاجة اسمها جلوكوز سرعة انتصاص جلوكوز تكلم عليها في البابيستي كلنا في حلقات كده في تلفزيونية حاجة يبقى نسبة السكر وسرعة انتصاص سكر نسبة سكر ده جلوكوز لود لود الحمل الثقل جلوكوز ده سرعة انتصاصها زال جلوكوز خلاص يسموها اندكس فانا دلوقتي عاوز حاجة فيها سكر كتير اللوت كبير وتمتص بسرعة جليسيميك اندكس بتاعها عالي من احسر الحاجات اللي هي الأورنجيوس ما دلوشت برتقالة يأكلها لان طرح برتقالة فيها فايبر بتاع الانتصاصها يبقى بطيء يعش كده اخترنا عصير برتقال اللوت كبير الجليسيميك اندكس امتصاصه بسرعة فالجليسيميك اندكس يعلى بسرعة ده العلاج يا اولاد كده انا خلصت الكريش كورس بتاع الاندوكراين وانا استقنب بقية الفروع للسنتين وانحنا قلنا طبعا اخذت بالا في المحاضرة دي اختصت احنا خدنا الانسوين كان في المحاضرة الاورنية بعد الجلوكاجون ده التاني في الاهمية والأصعب ثم السوماتوستاتين ثم البانكرياتيك بيبتايدز ثم خدنا الجرين وحتى خدنا الاميلين كمان وخدنا جلوكوز هوميستيزيس وخدنا ال هايفوكوزيسينا اشكركم على حسن انصاتكم وعلى وقتكم واتمنى اكون افدتكم ونلتقي باذن الله مع برانش اخر في الكريش كورس وعلى فكرة الكريش كورس هيبقى ها هو كوندنسد اكتر اسرع شوية تسع محاضرات فقط اندوكراين انما فيه معلومات احدث لان عمري ما هعيد محاضرة تاني وهاعيدها بنفس المعلومات بالزات مش هتحصل لازم نطلع على ما هو جديد في العلم وعش كده بكتب التاريخ 2018 عشان فيك اعداد واحد يسمعني يعني لن اكون موجود باذن الله ما يقولش على ده اله ده دور اللاجي بقول حاجة ها مختلف عشان المحاضرة قالت امتى ربما جات دي الاحدث فور 2018 احدث كلام في واحد من اهم الموضوعات هو البانكرياس الذي هو هو الفريس لسنة 2018 وهو موجهة للطلبة الأعزاء أولا للزملاء الأعزاء اللي هم البوست جلاديوت ثانيا وللزملاء حتى اللي هم يعني بيقولوا لكتشرز خلينا نقول أصغر سنة عشان ما حدش داي أتمنى لكم كل التوفيق وألقاكم على خير بإذن الله إذا كان في العمر بقية شكرا لحسن إنصاتكم